موسيقى بالنسبة للمسألة التقاعد هو حق يعني للزوج والزوجة عندما نتكلم عن حق بمعنى أنه هو واحد المجموعة للقتطاعات تقتطع من ذكر الراتب الشهري الخاضع لهذه المسألة عندما يتوفى الزوج نحن نعرفه يعني أن الزوجة تحصلوا على تقاعد وش يعني مناسب وغير مناسب تبقى على حساب الدول فهنايا هذه المرأة تتخذ هذا التقاعد يعني واحد الواجب اللي هو مستحق ولكن اللي تلقاه هو العكس أن المرأة تتخضع لذلك الاقتطاعات وفي إطار الوفاة ديالها أن الزوج لا يحصلوا إلا على واحد تعويض اللي تنسميه هنا هذا التعويض ديال الوفاة واحد تسعلاف عشر آلاف درهم ولكن هذا النصب يعني صندوق ديال الدولة اللي بالملايير ديال النساء يحرم منه الزوج فهذه الإشكال يجب احترامه هذه منصص عليها في القانون المنظيم يعني أن هذا القانون خصي يعني حنا كيف تنقوله حقوق وواجبات هذه السيدة أدت واجبات وهذا الزوج هو في أمس الحاجة لذلك الواجبات تولي حق من الحقوق دياله يسترجعها موجب القانون يعني القانون دائما تقول لك العلاقة مع الشخص المتوفى هذه العلاقة ستكون بنية على زواج باش يكون هذه الاستحقاق وهذه الاستحقاق شون يتوقع بما أننا لا تنخنوش بأنظمة رقمية هذا الأول وكنا عاوتاني أننا قبل 93 كان نظام الحالة المدنية أن المغربي العازي يمكن أنه يصيب حالة مدنية دياله بدون أن يكون متزوجا فهناش كنه شنه اللي يوقع أنه في المناطق ديال البادية كان المغربي تمشي يصيب حالة مدنية دياله كانت متأسرة تمشي تصيب حالة مدنية النهار اللي تمشي تزوج نظرا لأنه كين وطائق وكذا بعد المرات العملية كانت تكون سهلة تمشي تجيب المرات دياله وتحطها في الدار تولد ولدات لحالة مدنية متوفرة فيما تتزال توليد تمشي تدخلو بدك الدفتر العائلي اللي هو الكناش لحالة مدنية مع مرور الصيني شنه اللي كانت توقع توقع هو أن هذا المرأ وهذا الرجل تقدروا يبغيوا يمشيوا الحج تطلبونهم عقد زوج فهنا تمشيوا برمو عقد تبوت زوجية أو أن هذا الأم ولا هذا السيد السيدة تبغيوا لتحقب الأولاد ديالهم خارج الوطن ربما هما موقمين تبغيوا يديوا يديه باشتا هو يكونوا عايشين معاه ولا يحضاب واحد الفترة ديال السيجمة فهنايا تطلبونهم عقد الزوج فهنا تمشيوا المادة السطاش هو إثبت تبوت زوجية ولكن هالتبوت زوجية هنايا نقدرون نجوزها هالتبوت زوجية تنجي وتلقى بعض المرات داخل المحاكم بحكم أن ما كانت شرقمية توقع اختلاص ديال واحد السيجل اللي في هاد العقود ديال الزوج ديال هاد الناس تجوا يقلبوا على عقد الزوج ديالهم تلقوا بأن هاد العقد الزوج ما بقاش ما الكلناش ما كينش أو أن بعض المحاكم في إطار الفيضانات اللي كانت تتكون كين سيجلت مجموعة اللي تيطالهم هاد الإهمال وذلك الميداد بحكم الأمطار وذلك شي تكونوا تتمحاوا فييتموا إطلاف هاد العملية ديال هاد العقود فبالتالي هن هاد الإنسان بمئة وقفة عقد تبوت زوجية تلقوا أن هاد المرأة اللي توفى الزوج ديالها باش ديبوا حد العقد تلقى رصة في حرج ممكن دير تبوت زوجية ولكن بعقد زواج حال دبا الناس لقلنا هادو اللي بقين أحياء الزوج وزوجة وعندهم حافظة تيمشي وقلبوا على عقد زوج ديالهم ما تلقاوش باش أنه يديروا الالتحاق بالأولاد ديالهم خسهم عقد زواج تيمشي وتيكتبوا عقد زواج جديد بحالي أنهم عاد زوجه يعني بالحالة العائلية دياله اللي هاده يمكن ستين سنة فتيعطوه شهادة ديال الخطوبة الديارية للخطوبة تكتبوا فيها عازي بالوقت اللي تزوج بهذك الزوجة دياله اللي ستين سنة هو مزوج بها وهو كذلك وتدار هالعقد والأولاد أصلا رهوا ما داخلنا في الحالة مدنية ما يحتاج لإقرار بيبونو حاليا أن الناس اللي كانوا مزوجين من قبل محكمة ديال النقد يعني أعطت الأحقية لهذه الناس باش يديروا توبوت زوجية وبالفعل أصدرت أحكام بتوبوت زوجية بإثبات زوجية لأزواج تقدموا بهذا الطلب بمعنى أن الإنسان عندما يرى بأنه ليس له الحق في الزواج يعني ماذا تكون حالة ديالقاصرة 14 سنة 15 سنة يعني الطفلات تجهد في حقها من الطفولة فهنايا كانوا تمشي ويتدفعوا البنيتة وما كانش قانون الذي يجرم وبعض الأحيان أن هذه البنيتة اللي مشات لتحقت ببيت زوجية تتكون معرضة للطرب ومعندها شي حالة ديال الإثبات فهنايا توقع هذا الأمر يعني أن الناس كانت تضيعوا حقوقهم وحتى الناس لم يتأمنوش بالعقود نظرا لشي توجه يعني ديني خاطئ هنايا كانت هما تحرموا هاد الناس من هاد العقية هاد